لا بد من ابتكار نموذج اقتصادي لوكالات الأنباء يقوم على الأداء مقابل الخدمة الإعلامية لأن النموذج الشمولي المجاني مهدد بالاندثار في القارة الإفريقية توجه دعا إلى تبنيه رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية فابا المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشم الإدريسي جاء ذلك في كلمة خلال اختتم أشغال الدورة الخامسة للجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية وبالمناسبة تم تسليم الجائزة الكبرى للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية فابا لسنة 2019 لأفضل صورة للمصورة أهو سوزان كونان من وكالة الأنباء الإفوارية وجائزة أفضل روبرتاج فيديو للإفوار سيلا كامونين من نفس الوكالة وجائزة أفضل مقال صحفي لكارمين ماريا سانتوس من وكالة أنباء الرأس الأخضر شرف عظيم لي أن أتسلم هذه الجائزة التي تتوج مصارا طويل من العمل خاصة في مجال الوسائد الإعلامية المتعددة وبعد مرور بعدد من التجارب الفرضية والجماعية ينال عمل الاعتراف من طرف الجميع وعلى مستوى دولي لذلك لا يمكنني هذا الأمر إلا أن يشعرني بساعدة أشغال الجمعية العامة للفيدرالية الأطلسية لوكالة الأنباء الإفريقية تميزت بتوقيع اتفاقية شاركة بين وكالة الأنباء لغينيا بيصاو ووكالة أنباء الرأس الأخضر أنفو بريس كما عرفت أيضا تقديم تقرير أنشطة الفيدرالية لسنة 2019 وخصوصا أداء ومستقبل شبكة النساء الرائدات في وكالات الأنباء الإفريقية فابا أعضاء الجمعية العامة توقفوا كذلك عند نتائج الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للفيدرالية في برايا بالرأس الأخضر ومشاركة فابا في عدد من الملتقيات الدولية كالمنتدى الاقتصادي روسيا إفريقيا وأشغال المؤتمر العالمي السادس لوكالات الأنباء بصوفيا